السلام عليكم حياكم الله متابعين True Gaming في فيديو جديد لقناتنا في الفيديو هذا راح نستعرض لكم Cyberpunk 2077 على أقوى كرت شاشة متواجد في السوق اللي هو كرت نيفيديا RTX 3090 ورح نحرص أن نحط إعدادات اللعبة في كل شيء تكون على إعدادات الألترا طبعاً مثل ما أنتم شايفين الآن بدخل على القائمة حقة اللعبة بنروح السيتنجز حتوريكم أن نشغلنا كل شيء على ألترا وحط ومفعلين DLSS ومفعلين Ray Tracing ننزل تحت هنا خلينا نطفي الموشن بلور ما نحتاجه بس شوف مثلاً Local Shadow Mesh High Local Shadow Quality High كل الأشياء عن الظل ومظل High حطينها وأشياء مثل Max Dynamic Decals حطينها Ultra Ambient Occlusion High Color Precision كلها High بعدين Ray Tracing On Reflective Reflection حقية Ray Tracing On Shadow حقية Ray Tracing On وعندنا Ray Tracing حقية الإنارة حطينها Ultra فيه هذا Psycho بعد لو نبغى نحطها بعدين عندنا اللي هو DLSS هذي برضو مشغلينها على Ultra Performance حتى ترفع من مستوى الإطارات في اللعبة طبعاً قدرنا نوصل إلى أعلى الإعدادات هذه بشكل جداً سلس بفضل كرت شاشة 3090 أو RTX 3090 طبعاً الآن جالسة تمشى في المدينة بالسيارة شوفوا مثلاً الإنعكاسات اللي سايرة على السطح على سطح الشارع نفسه هذي حنا في النهار فما بالكم يعني لو خلينا اللعبة بالليل موش راح يصير خلينا نسوي سكيب تايم الحين الليل خلينا نوصلها للفجر مثلاً أوكي أربع ساعات يعني مو بفجر بس إنه على الأقل توصل الليل شوفوا لحين الدنيا ظلمت الإنارة في الشارع الله 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 أعكست الشارع يا ساتر أبروحي مين واخر الإنارة حقيتها مثلاً الطريق السريع كيف مثلاً المشغالة ومنعكسها في كل مكان كل هذه الأشياء يعني مستحيل توصل لها أخروا عني كلكم إلا عن طريق كرت شاشة مارة مرتفع ومارة من الفئة العالية اللي راح يورينا التفاصيل الرهيبة الموجودة في اللعبة هنا هنا الموية شوف الموية كيف متنعكس كل شيء خليك تستصعب تلعب ألعاب ثانية بدور الريت ريسنج والتقنيات الرهيبة هذه وبفضل تقنية الريت ريسنج اللعبة مظهرها أكثر واقعية وفيه تفاصيل عالية الدقة ولضاءة انعكساتها مرة طبيعية وهذا نشوفه ينعكس على الظلال في اللعبة ويعطيها عمق مرة جبار وطبعاً كل هذه العوامل المختلفة في اللعبة تخليك منغمر ومنغمس في عالمها بشكل ما تتصورونه طبعاً الآن استعرضنا وشفنا قديش تقنية الريت ريسنج تفيد اللعبة وتعطيها شيء يخليك كذا منغمر في عالم اللعبة خلينا نتكلم عن الشيء ثاني اللي تكلمت عنه اللي هو DLSS أو اللي يعني Deep Learning Super Sampling وهذا يعني بفضل هذه التقنية راح تجينا دقة أعلى لجودة صورة أفضل وموش بس كذا فهي أيضاً راح تعزز وترفع من معدل الإطارات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهذا التعزيز راح يرفع من أداء اللعبة حتى 60% أو أكثر فخلينا الآن مثلاً الحين مثلاً شغال Deep Learning Super Sampling واللعبة شغالة تقريباً على 60 فريم بشكل مرة ثابت في المدينة مهما تروح تتمشى في العالم هذه الحين داخلنا منطقة في اللعبة اللي اسمها Japan Town الظاهر الآن شفنا اللعبة شغالة وحنا مشغلين ال DLSS وشفناها ثابتة على 60 فريم وممكن تنزل تحت شوي لكن بشكل عام هي جداً سلسة خلونا نطفي الآن Deep Learning Super Sampling ونشوف كيف تطلع شكل اللعبة يلا نروح إلى Settings Graphics ننزل آخر شيء DLSS Off وكذا حركة الشخصيات تجيب الدوران من كثر ما هي بطيئة بشكل غريب حتى حركة شخصيتك نفسها تحسها أبطأ الشاشة تحس فيها تكطيع بشكل مرة غريب كل هذه الأشياء يعني مرة تخلي التجربة صعب يعني الواحد يلعبها فعلشان كذا بالراحة إذا عندك روتل سيريس RTL اللي هو RTX 30 على طول شغل الـ DLSS وأداء اللعبة بيرتفع بشكل مرة مهول ويخليها سلسة والتجربة بشكل عام تكون أمتع ونت تلعبها طيب خلونا الآن نتكلم عن أفضل إعدادات لفئات الـ RTX 30 أو سلسلة RTX 30 المختلفة فعندنا مثلاً 3060 Ti فإذا كنت تستعمل كرت شاشة RTX 3060 Ti شبدي يمديك تشغل اللعبة على 1080p و60 في إطار في الثانية لكن إذا تبغى تشغل اللعبة ب60 إطار بـ 2K بتحتاج تستعمل كرت شاشة 30-70 وإذا طبعاً تستعمل كرت 30-80 راح يمديك تشغل اللعبة بالـ 4K و60 إطار مع كل التقنيات الـ Ray Tracing وDLSS وكل شيء سلسلة كروت شاشة RTX 30 راح تفيدك بشكل مرة جبار وتحسن تجربتك في سايبربنك لكن مو بس كده فهي راح تفيدك بشكل كبير برضو في الألعاب التنافسية لأن هذه الكروت راح ترطيك إنعكاسات أفضل بفضل تقنية الـ Ray Tracing وبتعطيك الأفضلية في الألعاب التنافسية بسبب معدل الإطارات المرتفع مع تقنية الـ DLSS وهذا بساعد في ردات فعلك لما تلعب ومو بس كده فإذا أنت برضو صانع محتوى اللي تسوي بثوث ففي كروت أو سلسلة RTX 30 تقنية اسمها RTX Voice وهي تساعد في عزل الضوضاء في الخلفية وانت جالس تسجل شيء معين ولا جالس تبث لعبة معينة ومو بس كده برضو أثناء البث يبديك مثلا تغبش على الصورة من وراك وتصير بس أنت واضح ولا تغير الخلفية تماما بدون ما تحتاج أنك تشتري قطعة Green Screen وتحطها خلفك وانت تبث طول الوقت وهذا كان استعراضنا للعبة سايبربنك على كرت شاشة RTX 3090 ومثل ما انتم شايفين سلسلة كروت 30 RTX مرة ممتازة ومناسبة بشكل مرة جبار للعبة سايبربنك وما رح تستمتعون فيها إلا إذا كنتم مشغلين الرئيس رايسينج وتقنيات مثل DLSS اللي بتخلي من التجربة أسلس وبتلقون في الوصف رابط لبتوبات ألعاب رهيبة فيها كروت جي فورس